حرب كبيرة ديرها السلطة المحلية بإقليم مولي عقوب للتصدي لظاهرة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي والصهر على نظافة الإقليم عامة وحسب بعض المعطيات فإن السلطة الإدارية المحلية وصلت منذ صباح اليوم الأربعاء بتنصيق مع مصالح جماعة عيش قف القسم الاقتصادي والقسم التقني وبمؤازرة عناصر القوات المساعدة تفعيل برنامج المعتمد لهذا الشأن بشارع رأس الماء وقد أصفر التدخل حسب بعض المعطيات على هدم جميع الإحاطات القصديرية بالجانب الأيمن لشارع رأس الماء وإزالة الأعمدة الحديدية والحواجز الإسمنتية بالأكشاك المحادية لمدرسة رأس الماء بالإضافة إلى تنظيف موقف السيارات بجانب مدرسة رأس الماء كما أصفرت هذه العمليات التي جاءت تنفذها بتعليمات من عام الإقليم عن استكمال تحرير الملك العمومي قرب مدارة المنحقة الإدارية رأس الماء مع الإشارة أن هذه المجهودات تبقى متواصلة وفق برنامج واضح اشتركوا في القناة